أهلا بكم في واحدة من حلقتنا الممتعة دائماً دائماً النهاردة المعظيف مهم جداً والموضوع مهم جداً بس خلينا أقول لكم إنه برضو في حدث مهم أوي في فلسطين الحبيبة أول حالتي ولادة لطفلين من أبوين ولد بتقنية الحال المجاري يعني الله ده حاجة جميلة شوف العلم جميل إزاي الأبوين أساساً اتولدوا بالحال المجاري النهاردة الطفلهم موجود في الحياة خلي بالكم إنه ده معناها إن إحنا وصلنا بقى لمرحلة الاطمئنان التام إلى إنه الحال المجاري ليس له أي تأثيرات نقدروا عليها ريموت متأخرة التواجد ريموت يعني كلمة في الطب بتخوف الناس جداً الطبيين ريموت كومبليكيشن إيه هي ريموت كومبليكيشن؟ إنه تقنية ما ندرسها على المدى القريب فما نجدش لها أي مضعفات ولا لها أي مشاكل بس ننتظر على المدى البعيد إيه مشكلة المدى البعيد؟ إنه عامل الزمن هنا مهم قوي إنك بتنتظر إن الناس دول يكبروا ويبقوا أزواج ويخلفوا فنشوف الأولاد بتاعتهم كاملين ما فيهمش أي عيوب خلقية ما فيش أي مشكلة خالص على المستوى الجيني على المستوى الكرموزومي كل الأمور منطبطة يبقى إحنا كده ضمننا إنه ما فيش مضعفات جاية على الريموت كومبليكيشن المضعفات على المدى البعيد النهاردة بقى حوار ريموت كومبليكيشن ممتع جداً مع خيمة علمية كبيرة وإسم كبير في عالم الحق المجاري وعالم الأخصاب المساعد وفي عالم النساء والتوليد وعلاج العقم أكيد عند الزواجين الاسم الكبير في هذا المجال أستاذ الدكتور عادل أبو الحسن لا يمكن بأي حد من الأحوال أن يكون الحق المجهي يعتمد على شخص واحد هل تشوهات الحياة المنوية تلعب ضوء كبير جداً في فشل الحق المنوية؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحق المنوية تشوهات راحم منها الست موجودة بيها ومنها نتيجة لتباخلات خاطئة هل الأوراق المنوية لهذه الدرجة تؤسلها الحق المنوية؟ جميع الأوراق المنوية يمكن استخدامها الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم السباح واللي نرحب بضيف العزيز الدكتور عادل أبو الحسن الاسم الكبير وطبعا استشاري الحق المجهري وأطفال الأنابيب وصحب الدكتور أمراض النساء والتوليد نورتنا وشرفتنا ويعني خطوة عزيزة ولو أن خلاص أنت ما بين اسكندريا والقائرة يعني بقيت نصر أسبوع هنا ونصر أسبوع هناك ولا إيه؟ أنا بشكر هاي الجديد أنت أيمن يعني مش نصر أسبوع ولا نصر أسبوع هو يومين في القائرة والبيت الزوف إسكندريا للأصل يعني آه طبعا لكننا حشتونا جدا والله يبقى لنا الحياة مدة يعني ده شرف كبير لنا هذه الزيارة النهاردة عندنا الحوار مقسم إلى قسمين مهمين هبدأ الأول بالحق المجهري وأسباب فشل ثم نذهب إلى الكيسز الحالات تطبيقية فالحق المجهري في حاجة مهمة جدا دلوقتي بتواجهنا في أسباب فشل الحق المجهري سيحن في كلام متعلق بالمركز مركز الحق المجهري نفسه في عجلة متعلقة بالدكتور لكن فيك الأمراض المناعية أو المشاكل الجاز المناعي وأمراض الرحم بتحط نفسها في مقدمة المشاكل صح كده؟ ده صح 100% أولا عشان نقول فشل الحق المجهري هو الحق المجهري فيه ثلاث فيه هرم له ثلاث أضلع رئيسية بوايدة وحيان منوي وبيطانط الرحم أي سبب يؤدي إلى خلل في هذه المنظومة في البوايدة أو الحيان المناعي أو بطانط الرحم بيؤدي إلى فشل الحق المجهري أو يؤدي إلى الإجهاض المتكررة بعد الحق المجهري وعدم ثبات الأجنة في تجويف الرحم بعد إجراء العملية فالأسباب كتير جدا فيه أسباب تتعلق بالحيان المناوي سواء كان أسباب تتعلق بالعدد أو بالحركة أو بالتشوهات أو بتدي إن إيه المكون الرئيسي في الحيان المناوي أو أسباب تتعلق بالبوايدة سواء كان عضب قليل أو فيه عيب كرموزومية في البوايدات أو يكون فيه تشوهات في شكل البوايدات أو فيه أسباب تتعلق بطانط الرحم أو تجويف الرحم أو المكان اللي هتزارع فيه الأجنة زي ضعف بطنطر رحم أو تبقى بطنطر رحم طعيفة جدا أو سمكها مش السمك المطلوب أو شكلها مش شكل المطلوب أو الوظيفة الفيسيولوجية بتاع بطنطر رحم لاستقبال أجلنا مش موجودة دي أهم حاجة في الموضوع في أسباب تشريحية زي الحاجز الرحمي أو التشوهات الخلقية في التجويف الرحم أو الحاجز الرحمي أو اللحمية أو الأورام اللي فيها أو الالتساقات كل واحدة من دور عايزة حلقات منفصل أسباب المناعية اللي هي ما تبقى خافية شوية عن بعض الناس أو بعض الأطباء يعني مهمة أو في اليومين دول بتاعنا عملت حقن المجهية وما نجحش بوضع كويسة الأجنة كويسة جدا وعملت مرة ومرة ومرة وثلاثة وما حصلش حمل لازم هنا نفكر على أطفل الأسباب المناعية أو الأسباب الكروميزومية وهنا يأتي دور الفحص الوراثي للأجنة أثناء أو بعد إجراء الحقن المجهية هيقفلنا على السبب بالزبط وهذه الأجنة دي كويسة ودلقة وفيها عيوب كروميزومية ودلقة ونقدر ننقل الأجنة السليمة وراثيا ودلقة بيعزز جدا فرص الحمل بعد إجراء الحقن المجهية أو الأسباب المناعية زي الأجسام المضادة المرجودة في تجويف الرحم أو يعني نقص في بعض الهرمونات أو نقص في بعض المواد اللي بتفرز السيتوكاينز المرجودة في تنت الرحم تؤدي إلى انغرماس الأجنة جوعة تجويف الرحم أسبب المناعية بتمثل دور مهم جدا جدا بعد استبعاد كل الأسباب الأخرى التشريحية والفيسيولوجية اللي ممكن تؤثر على سببات الأجنة في الرحم حبق الأول بالرحم تمام إيه الأشياء اللي قد توجد في الرحم وتعيق تنفيذ الحقن المجهاري بشكل جيد وهل الفريق العمل المتابع للحقن المجهاري بيبقى عنده الدرجة من المتابعة عنده الدرجة من التشخيص إنه يقدر يكتشف هذه الأشياء لأننا بستغرب هل إحنا في 2019 دخلين على 2020 في حالات بتعمل حال مجهاري وتفوت حاجات داخل الرحم اللي اعتقد إنه بيقى واضحة من المتابعين أو من فريق العمل ما يشخصهاش بعد إياس نهارك فريق العمل مهم جدا ينفيش حق المجهاري من ذي فريق عمل في فريق عمل خاص بأخذ الهيستوري من المريض عشان يقول لنا بالزبط تاريخ المرضي هو سنه قد إيه واختيار الحالات اللي لها طوابط محددة بداية لعمل التحليل المطلوبة للأشعات صناعيات الأبعاد وصناعيات الأبعاد وأبعاية الأبعاد والمنزار الرحمي كل ده بيقوم به أو بتحضير له جزء من فريق العمل اللي هو بيستقبله حالة في الأول ثم بعد كده تحديد البرتوكول المناسب لكل سيدة إن كل سيدة تختلف عن الأخرى في البرتوكول المناسب لها ببرتوكول التنشيط يعني فالسترس النهار الزغيرة لها ببرتوكول مخصوص المتوسطي العمر لهم ببرتوكول مخصوص البوليس بوندر أو الناس اللي هم بفوق الثمانية وثلاثين أو ثلاثين سنة لهم ببرتوكول مخصوص ده بيحددوا الاستشايع اللي هو على رأس فريق العمل يعني بعد كده بيجي بقى الجزء الأهم وهو المعمل المعمل ده موضوع مختلف خالص كل المعامل دلوقتي فيها تقنيات حديثة جدا أو معظم المعامل أو المراكز الكليا المعمل بيقوم بأهم مدور وهو اندقاء البوردات الجيدة وحيوانات المناولة الجيدة بقى جهزة حديثة جدا ودلوقتي بقى عندنا معظمها مجهزة بتقنيات الكابسول أو الهواء النظيف يعني فبيدي نسبة نجاح عالية جدا في حالة الحقل المجهي كمان الحضانات في تقدم جامد جدا في موضوع الحضانات اللي موجودة جوا معامل الحقل المجهي زي الحضانات اللي هي الحضانات الزكية وحضانات التريب الجادس اللي بتقعد اليوم الخامس كل دي بتضيف حاجات جديدة جدا وبتزود النساء بنجاح الحق المجهي بعد كده بيجي دور نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة ودي تحتاج إلى مهارة عالية جدا وتحتاج أنه الطبيب الاستشاوي اللي هو على رأس فريق العمل هو لازم يقوم بهذه الخطرة فعلاً دي أهم الخطرة في الموضوع وليها أوقات معينة وليها طريقة معينة وليها أساطر معينة وليها تايمينج معين يعني اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس أو ممكن تنقل الماريتين دي حاجة جديدة جداً من يعملها دلوقتي بتعزز فرص النجاح أو بتزيد من فرص النجاح زي ما احنا شايفين ها الفيديو ده ده فيديو رائع جداً عن إزاي بنيعمل نقل الأجنة في عامل الحق المجهي بيكون الانتهاء بيجي بعد كده دور المثبتات أو الأدوية في طفرة بيرة جداً برضو في موضوع الاخترار الأدوية اللي هي اللي بتزود جداً فرص مجاح الحق المجهي في حالات الفشل المتكرر الحق المجهي عظيم بقى إذا نحن وقفين قدام إنه برضو هل في تشخيص المشاكل أصبح ميسر معادش فيه لأ حضرتك لك أنا مخدتش بالي الأجهزة كلها متوفرة كل سناء الأبعاد والسلاثة الأبعاد معادش فيه كلمة مخدتش بالي دي معادش فيه لأ خلاص مش مسموح مش مسموح طب هو قلك طب أنا ما حملتش ليه برضو يعني أنا عملت حق المجهي والدكتور قال لي كل شيء كويس و مرة و اتنين و ما حصلش حمل هنا يأتي دور فيه شرقين في الحتة دي يعني هحمل تاني عمد حق المجاهي تاني فيه هنا احنا بنحاول ندور على الأسباب و نحله الأسباب دي بنشخصها ياما بالمنزار الرحمي ياما بالمنزار البطني و الرحمي مع بعض ياما بالسلاثة و بقى الأبعاد ما فيهش حاجة بقى فيه جي دور الإلهي بقى ما هو في الآخر فيه دور الإلهي إرادة ربنا صحوه وتعالى ممكن يعني يعني تيجي الإرادة دي في وقت معين في سنة معينة بعد محاولات معينة ممكن تيجي لوحدها لوحدة تحمل بعد كل محاولات دي في وجه نحامل طبيعي جدا و بنشوفها كتير جدا فلازم نبدي فرصة للإرادة الإلهية و نقام بها نصبر إذا الدكتور كان ثقة إذا المعمل كان بيشتغل فيه ثقة والمركز ثقة والعيان متطمن إلى إجراءات تعملت له كلها مصبوطة وبتعمله على كل خطوة بتعمل توجيه و شرح مفصل إحنا بنعمل إيه و فيه كذا و هنصلح كذا و فيه التهاب في بتاعة تراحم هنعمل منظار و هناخد له علاج أو فيه لحمية أو شلناها لا ده فيه انتفاخ في قناة فالوب قبل حقا لازم نفصلها من الرحم عشان ما تقصرش على الأجنة بعد نقل الأجنة أو لو فيه بتاعة تراحم و هجأ كل ده الطبيب لازم يكون حطه في اعتباره و وعي ليه جدا و يحضر نفسه كويس و يحضر عينك كويس و ما يستعجلش لا هو ولا المريض على لو كان عايز عمل حق المجالي الشهردة و مش حاجة اسمها الشهردة في حاجة اسمها التحضير واختيار المريض و علاج الأسباب اللي ممكن تفشي الحق المجالي أولا ثم بعد كده بقى نتكلم في البرتوكول و نتكلم في الأدوية المستخدمة و نتكلم في التنشيط يكون إزاي و كل حاجة لها البرتوكول مخصوص الورم اللي في البوكي مان البوع بوع بتاع الست والبنت تمام و حتى بس في الحال المجاري هو بوع بوع فاشل الحال المجاري بالزبط الورم اللي في جاه عليه كلام كتير جدا جدا بس احنا النهاردة بنتكلم جايد لاينز يعني النهاردة يعني أنصح السيادات اللي ممكن يكون بيسمعون ده الوقت يكتبوا بالورقة والقلم احنا نقول ايه في هذا الموضوع يعني الورم اللي في بيتشخص سهل جدا حتى بالسنارة سنارة العبعد ونقدر نعرف مكانه بالزبط وحجمه وممكن يأثر الحق المجاري وده لأ فالورم اللي في بطريقة بسيطة جدا لو هو صغير جدا حتى سنتي نص سنتي وجوه تجويفة راحا ده لازم يتشاهل خلق يعني ما فيهاش ممكن ده صغير ده لازم يتشاهل هنا في الصورة هنا جوه تجويفة راحا عامل ما أثر على التجويفة عامل انبعاج في بطنطة راحا في تجويفة راحا ما نجوه طب أنا يعني هعمل حق المجهاري هرجع أجنة ازاي واضح جدا في الصور هنا الورم اللي في مؤثر على التجويف أكد من الحالات بنبدأ حق المجهاري ونفاجأ أو يكون بدأ برع وجاء تتطمن انه فيه ورم لي فيه في الجدار نفسه ومؤثر على التجويف ونأجل الإرجاع ونجمد كل الأجنة وبعد كده نعمل عملية بالمنظر ونشر الورم اللي فيه ونرجع أجنة بعد 3 شهور بيبقى النتيجة مذهلة كويسة جدا فالورم اللي فيه إذا كان جاء تجويفة راحا أي أن كان حجمه لازم تتشال فعضة الرحم نفسها لو أكتر من 5 سنتي لازم تتشال لو أقل من 5 سنتي ومش ضغطة على تجويفة راحا مش لازم لكن لو أقل من 5 سنتي وضغطة على تجويفة راحا سراء كان منفنس من فوق أو من الجم دي اللازم تتشبل منظر الورم اللي فيه اللي في جدار الرحم من برا أي أن كان حجمها ومش وسط تجويفة راحا سيبها ونطر من جيش جنبها خالص فده قصة قصة باختصار وده جايد لاينز كلها تحت الورم اللي فيه لأن الورم اللي فيه حتى أقولك إيه مش مأثر على تجويفة الرحم وحجمه صغير بس يستيط ما بتحملش برضو فيه بقى ريموت افكت اللي حالك وتتكلمين في الأول ريموت كومبليكيشن فيه ريموت افكت للورم اللي فيه يعني تأثير متأخر تأثير متأخر إن هو أحيانا يبقى صغير وفي عدلة الرحم ومش بقى أسر على التجويف لكن بيطلع ويفز بيأسر على حتة اسمها ترانسفورميشن زون ما بين تجويف بطانة الرحم والعضلة نفسها يعمل فيها انقباضات معينة فتطرط للأجنة فلو واحدة عم تحقن مجهاي مرتين ثلاثة أو مناعك وفيه ريموت مليف حتى لو صغير هنا في الحالة دي يفضل إزالته بالمنظر ده كل ما تعلق ومناعك دي في باختصار شديد طيب الجهاز الخاص بالمناعة ده كلمة تقلق وخصوصا في الناس اللي بدأوا يتبحروا في المجال الطبي أول ما تقولهم فيه مشكلة مناعية عنده بيخافوا جدا ليس سببين الناس عدى اعتقاد إنه الأي خلل في المناعة ملوش علاج وارتباط المشاكل المناعية بالكورتزون بيقلق برضو نتيجة إن استقافة المصريين إن الست اللي هتاخد كورتزون هيحصلها تغيرات كتيرة مورفولوجية هي ما تحباش ده تدخن وزنه يزيد شعره يزيد فيه والشان ده ده في الأحلات اللي فيها إخالة البناعة بزيزي عايزين نوف قدام المناعة أولا موضوع المناعة ده موضوع مش موقلي خالص وما يخاولش الناس خالص ليه بقى هو في الآخر هنعمل تحاليل كتير جدا وتحاليل مكلفة جدا للمناعة هو أجسام مضادة وتي اتش وان وتي اتش تو وانتي فسفوليبت سيندروم يعني تحاليل هتخشها في مبلغك ضخم جدا بس في الآخر هو بتشخص بي حاجتين بي اكسي كلوجين إن مفيش حاجة تانية تمنع مجاح الحالي المجهاري وبالتحاليل الغالي اللي احنا عملناها دي طب بالتحالي طلعت إن هي فيه هنعمل ايه؟ برضو هنالجأ للكرتزون بس هنا الكرتزون بيتاخد بطريقة فنية جدا وبطريقة تدريجية ولازم يتسحب بتدريج وفيه أدريقة أخرى زي الانترا فيناس اميونو جلوبلينز اللي هو حقن اميونو جلوبلينز في الوريد بطريقة معاينة أو حاجة يسمعها انترا لبيد في الوريد برضو زي المحلول اللبن ده بيتحقن في الوريد بعد إرجاع الأجنة كلها حاجات بقى لها علاج فيه حاجات تحدث من كده هي ميارة أو حاجات جمدة جدا بس يعني كل الأسباب المناعية بقى لها علاج بس فيه الغالب فيه الغالب ببقى فيها عوامل أخرى معها يعني في الغالب ببقى فيه أسباب أخرى مع الأسباب المناعية يجب احنا قد بالنا منها مش هي مبقاش لوحدها دايما بقى فيها معها حاجة تانية فالتركيز في الحالة والتركيز في الأسباب وإعطاء الأدوية المزبوطة في التوقيتات المزبوطة بيفرق جدا في الأسباب المناعية بلا شك إن كل حالة بتبقى وراها زي ما بقولوا أسبكت ومشكلة والحال المكياري عملية هندسية وتعامل تقنية فيها كثير جدا من الزكاء فيها كثير جدا من إشغال العقل فيه ثلاث يعني أخبار على الدين الميلة البريطانية أحسروا انتباهي جدا ثلاث أخبار دولة أنا هقولهم وهاخد رأي حضرتك فيكم برضو لأنه فيه واحد منهم محتاج أن احنا نركز فيه أول خبر أنه السيدات المصعبات ببيطانة رحمة المهاجرة عرضة للإجهات أكثر من غيرهن للإجهات أكثر من غيرهن الدين البريطانية عملت الدراسة على عدد كبير جدا طبعا اتعاملت الدراسة دي في في سكوتلندا في أبردن في الجامعات في جامعة أبردن وقالت أن مرضى بطالة رحمة المهاجرة أكثر وقالوا أنه لازم نهتم بيهم بشكل كبير الخبر التاني برضو في لدي الميل قالت أنه إفراد في عمل السونار قد يضر بصحة الجنين الإفراد في عمل السونار ودي الميل قالت أن الرشادات الأمريكية والبرطانية تنصح بأن يتم إجراء الفحص بالأشعة بدءا من الأسبوع الاثناشر حتى الأسبوع العشرين لمراقبة نمو وقالت أن في دراسة قالت أن تلت الأمهات بيدفعنا من أجل إجراء فحوصات زائدة بالأشعة للجنين وهذا غير المنضبط يعني بيكملوا الفحوصات أكتر من كده الدراسة الثالثة حتى اللي بيشربوا قهوة محبات القهوة دي الميل قالت أنه شرب القهوة خلال الحمل بيعرض الطفل المولود للستة المدمنة على شرب القهوة ونقصد بكده اللي بيشربوا أكتر من فنجنين مش فنجنين أكتر منه دي مدمنة الطفل بتاعهم معرض للإصابة باللوكيميا اللوكيميا دي أصبتان الدم فأثناء الحمل ما تشربيش قهوة أكتر من فنجنين التلات قهوة دول في يوم اتنين يخصوا عالم النساء بشكل مباشر اللي هو بطانت رحم المهاجعة والصنار بطانت رحم المهاجعة دفنت لي أكيد بتأثر على حاجتين على مجاح الحقن المجهي ما حصلش الحمل أصلا وعلى حدوث الإجهاض طبعا ده خبر صح 100% ويجب التعامل عشان كده بقوله التحضير الجيد لازم ما نبقى عايف الستة عندها بطانت رحم المهاجعة ولا لأ صار كان درجة أولى ولا تانية ولا تالتة ولا أعبة وأتعامل معها قبل مبدأ السايكل قبل مبدأ العلاج وقبل مختار البرتوكول حتعامل معها بقى أنها أديها علاج معين قبل حقن المجهي تلت شهور أو أديها حقن معين قبل حقن المجهي تلت شهور أو أنها أعملها عملية واشيلاها كياس شوكلت سيست أو كياس دموية من المبايد قبل حقن المجهي مباشرة وابدأ بعدها مباشرة السايكل لبعدها حقن المجهي لما بنعمل كده هوات بنقصر تأثير إيجابي على نسبة النجاح الحقن المجهي وتأثير إيجابي على استمرار الحمل بشكل طبيعي فبالتالي بنقلل الإجهاض وبنقلل عدم حدوث يعني نسبة عدم حدوث الحمل يعني بنزود نسبة حدوث الحمل وبنزود فرصة أنه بيكمل كويس السنار هل فعلا تكرره؟ والله أنا موضوع السنار ده إحنا بنعمل السنار تقريبا في الحمل كله كل شهر مرة السنار وبنعمل مرتين 3D أو 4D في 12 أسبوع زي ما الجايد لينز قالت وعند من 18 إلى 224 أسبوع فهو أنا شايف ده مع عمرنا شفنا مشكلة من هذا الموضوع بره علشان مش كل العيادات فيها 4D أو 3D بيعملوا فعلا السنار عند 12 أسبوع وبيكملوا بعد كده 2nd trimester 3rd trimester فعلا ما بيفرتوش بس إحنا ما شفناش مشاكل من هذا الكلام الملحوظة الوحيدة ودي أنا لحصها شخصيا إن الدبلر لما بيجي تحط وإنت بتعمل السنار بتلاقي البيبي بقى أكتف جدا في الحركة الدبلر مش السنار العادي فده معناها وإحنا بنامش دبلر في الحمل إلا مرة واحدة لو في التاسع عشان نطمن إنه الدم واصل للجنين كوي سواء كان في الميدل سريبري في المخ أو في الحبل السوري عشان تطمن إن السيطة تستنى الزيارة الجاية وهي بأمان يعني فده ما فوش مشكلة أسعد تاني ونور تاني وطبعا تحياتي أنا دائما بسعد بوجود معاك أنت هنا بتنورنا في القاهرة وفي اسكندرية طبعا أكيد بنسعد جدا بأن إحنا يعني نوجه لك الدعوة كواحد من رموز هذا العالم طب العالم الإخصاب المساعد وعلاج الإنجاب لأجل آخر الإنجاب في اسكندرية والقاهرة طبعا ماشاء الله نشاط جيد جدا جدا ويبقى تأخر الإنجاب ويبقى هذه المشاكل زي ما نقولنا مشاكل حيوية مهمة جدا تحتاج إلى الكثير من التطقيق ضيف العزيز لسوس الدكتور عدد أبو الحسن واستشاري الحق المجالي وأطفال نبيب وصاحب دكتور أمراض النساء والتوليد والعقم عند الزوجين وزميل جامعة كيل المناظير والجرحة الميكروسكوبية بألماني وعضو الجامعية الأمريكية للخصوبة والعقم كان في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور